الاهل بيفوس في اليوم اللي انتشرت فيه نبوءة كاذبة بتقولك ايه نهاية العالم النهاردة نهاية العالم 23 سبتمبر في اليوم اللي مفروض العالم فيه انتهي الاهل بيبدأ وبيسطر تاريخ جديد في مسيرته نحو البطولة المفضلة ليه بطولة دوري ابطال افريق الف مبروك للاهل ومبروك لكل مصر النهاردة على ارض مصر ومبروك لكل مصري زمال كاوي اكيد كان بيشجع الاهل النهاردة احنا برضو بنشجع الزمالك في كل المطشاط والبطولات الافريقية والدولية نخش على قصة نبوءة العالم انتشرت كده في الكام يوم اللي فاتوا على الانترنت يقولك 23 سبتمبر ده نهاية العالم انا بالنسبة لي كمسلم عارف ان نهاية العالم يوم جمعة والنهاردة سبت فما صدقتهاش لكن النبوء انتشرت اول بيقولك قال فيه كوكب اكس الفلكيين ووكالة ناسا اللي طلعت تجذيب للاشاعة دي او الشائعة دي هذا الكوكب سيصطدم بكرة بالكرة الارضية ويحطمها ويوم الاحد اللي هو صباح الغد لن يرى العالم او اي جنس مخلوق على وجه الكرة الارضية الشمس سطوع الشمس لان كوكب الارض هيتضمر عايز اقولك الاشاعة دي او فكرة نهاية العالم منتشرة بقالها سنين كتيرة ولو قريت شوية ودعبست زي ما انا دعبست النهاردة هتلاقي كل كم سنة تطلع لك مثل هذه الشائعة هو الناس عايز العالم ينتهي كده وخلاص يعني الدنيا تخلص بسرعة لا انا تأديري لسة ولسة ولسة طالما الاهل بيفوز يا اخي وبيفرحنا